ورجع التاني الماتشوط الاوروبية ومتعة الماتشوط الاوروبية واول ما ترجع علينا كده بترجع بكلاسيكو الارض الجديد ما بين ليفربول ومانشستر سيتي الماتش كان ممتع جدا جدا وكمان مع الصفقات الجديدة اللي احنا شفناها هلن مع منشستر سيتي ونونس مع ليفربول ليفربول بيوتوك بكأس الدرعة الخيرية بعد الفوز على منشستر سيتي 3-1 وتبقى البطولة دي 16 اللي بيوتوك بيها ليفربول وبيتساوى مع نادي ارسنال ولكن يتبقى اكتر فريق حصل على البطولة دي هو منشستر اونايتد ب 21 لقب ويعتبر دلمرة رقم 22 اللي بيفوز فيها بطل كاس الاتحاد الانجليزي على بطل الدوري الماتش بدأ ضغط عالي جدا من ليفربول وكان باين جدا ان ليفربول اجهز من منشستر سيتي يورجن كولوب ما دفعش ابنونس في الاول وبدأ بفرمينيو على عكس منشستر سيتي بيب جواردويولا بيبدأ بهلند ولكن منشستر سيتي مكانش هو منشستر سيتي اللي احنا متعودين عليه ليفربول كان خانق منشستر سيتي في تحضير الكرة ونص ملعب ليفربول كان احسن من نص ملعب منشستر سيتي فبالتالي كان مسي الكرة احسن وانتشار لعبة ليفربول كانت احسن ولكن منشستر سيتي كان عنده مشكلة ان هم كانوا دائما متعودين ان هم بالعبوا على مهاجم وهمي فطريقة لعبهم مش راجبة على ان فيه فيرود رقم 9 موجود وأكيد هنشوف جورديولا وهو بيغير في طريقة اللعب علشان تناسب هالند كمان من ناحية ليفربول كان محمد صلاح كان فاق جدا أول ما كرة بالكيلو بتبقى هجمة خطيرة محمد صلاح وصل لمرحلة النطج الكاروي بنشوفه بيعمل الأسست الأول لأرنولد في الجون الأول والهدف الثاني هو اللي جابه من ضرب الجزاء وكمان بيشارك في الهدف الثالث ورغم كل الأسماء والنجوم اللي كانت موجودة في الملعب دي إلا أن محمد صلاح كان بارز وكان أحسن منهم كلهم وبالنسبة للصفقات الجديدة رغم أن نونس لعب دقيق أقل من هالند إلا أنه كان مؤثر جدا وقدر يشارك في ضربة الجزاء ويجيب الجون الثالث وكمان ضيع فرص ولو جنا نروح لهالند أي نعم هو ضيع فرص ولكن ده علشان لسه ما نسجمش مع الفريق بس أكيد هنشوفه في الدوري خارب الدنيا فوز لفربولي نهاردة كليه إيجابيات مهمة جدا على صفقة نونس بالتحديد يعني لو أنا لسه أول مطشولي مع فريق وبشارك في هدف وبجيبي الهدف الثاني وكمان باخد بطولة مفيش حسن من كده بداية وهيبقى عقدة جوارديولا هو كلوب اكتبوا لي في التعلاقات رأيكو في الكلاسكو هتابع كل التعلاقاتكو وهارد عليها